حبيت شارككم بطريقة لوصفة الفصولية المخللة وصف كتير طيبي وكتير مميزي بطعمة البهارات اللي منحطها بمحلول التخليل بنكهة الفصولية اللي بتكون تقرش استخدمت هايدي الفصولية الخضرة من مزارع الكوات ما شاء الله طازة وفرش بتشاهي فيكنوا تحطوا مع الفصولية المخللة لجزر أرنبيت ملفوف اللي بتكون يا وكمان جهزت معاهم مطربان لخيار المخلل فحبيت شارككم بهيدا الفيديو لوصفتان هي لخيار المخلل والفصولية المخللة وصفات كتير مفضلة وزا بتجربوها رح تكون معتمدة عنكم بمطبخكم أول شي لتجهيز الفصولية المخللة منختار تكون خضرة وفرش وطازة شوفوا كيف مننظفها وما منقطعها دايما عوايدنا انه بس منشيل هيدول العروق اليابسة بتكون بالأطراف وحطيت معا هيدا الفصولية الحمرة من مزارع الكوات كمان كتير طيبة وعملتها مخللة ولونة حلو بالمطربان وطعمتها كتير بتشهي أهم الشي لنجاح الفصولية انها تكون طازة وفرش هلا على تجهيز محلول التخليل دايما أنا بخلل بمية صحة أي نوع مية معتمدة عنكم ما بخلل بمية الفلتر أبدا كل لتر من المية منحط له ملح خشن باستخدم هيدا النوع كتير ممتاز ملح بحري طبيعي فمنحط ثلاث معالق طعام من الملح الخشن لكل لتر من المية ثلاث معالق طعام ملح خشن ما تكون مليان كتير ومعلق الطعام سكر وعلى النار منظلنا نحركن شايفين السكر هيدا معلق الطعام سكر هلا للمحلول التخليل للفصولية منحط كزبرة منغسلها من نشفة وفلفل أسود حب الكميات حسب انتوا قدير رح تجهزوا من مطربانات الفصولية واستخدمت زع ترتين بس منحطوا آخر شي هلا على النار الكزبرة والفلفل الأسود أنا حطيت فلفل أحمر إضافته اختياري اعتمدوا أهم شي الكزبرة وفلفل أسود للفصولية المخللة المطربانات عقمناها حطيت بأرض المطربان 20 من الليمون وراء الليمون الأخضر وهيدا الفلفل كميتوا على زوكن أنا بحبها تكون سبيسي فبزود فيها من الفلفل حطينا الفلفل الحار نعمل فيه شئب السكينة وحبات التوم منخليها بإشرة بهيدا الطريقة وغصن من زعتر تايم دايما بكونوا عندي جاهزين وهلا منحط الفصولية ما منقطع الفصولية للفصولية للمخللة بالمطربانات منخليها مثل ما هي ومنحط كمية ومنرجع منحط حبات التوم بإشرة ما تشلوا الإشرة عنها بتخضروا بتغير طعمه وفلفل حار وهيك منكمل هلا أنا بحب حط معاهم جزر فيكنوا تحطوا أرنبيت فيكنوا تحطوا ملفوف اللي بتكون يا بيطلع طعمتهم كتير طيبة ومنحط التوم ونفس الشي بنرجع منحط فصولية وطبقة من الحار لتخلص عنا كل الكمية للمطربان من فوق على وش المطربان منحط قشور ليمون بيعطي رنكه وريحة طيبة وورق الليمون بيمنع الطبقة البيضة دايما نحط ورق ليمون للمخللات وحطينا توم ببقشره ومحلول التخليل بنضيفه هو عم يغلي سخن طفيت تحته ده بالسكر والملح وهو سخن بنحطهم على الفصولية على طول بنعب المطربان لفوق ولا بنضيف ولا نقطة خل أبدا شايفينوا على الوش حطيت زعترتين ومنسكرهم وبعد أسبوعين عنا بيكونوا تقريبا صاروا جاهزين أو 12 يوم بالكتير هيدي طريقة الفصولية المخلل بالنسبة للخيار كتير سهل الخيار بتنقوهن صغار وسط مثل ما بتكون محلول التخليل كل لتر من مي الصحة 3 معالق طعام ملح خشين معالق طعام من السكر وعلى النار مندوبهم ليغلوا عنا ويدوب السكر والملح بيكون محلول التخليل صار جاهز بناخد حبة الخيارة بنعمل بس فيها شئ بالسكينة من جهة واحدة ما تكتروا بهيد الطريقة بنحط الخيار وانتو بتختاروا مقاسو فيكنوا تخلوهن وقفين متل ما بتكون ومنحط معن فلفل أخضر حار كمان بنعمل بالفلفل الأخضر هيك شئ وكمية الفلفل على زوقهم ولاحظوا أني حطيت ورق ليمون على وش المطربان وبيناتهم بيمنع العفن هيد الطبقة البيضة ما بتعود تطلع على وش المخلالات بهيد الطريقة شايفين كيف حطينا الاخيار والجزر حبتين توم بقشرون متل ما بتكون بس ما تقشروا التوم أبدا والزعتر كمان إضافته اختياري مو شرط فيكن تلغوه حطينا ورق الليمون هلأ محلول التخليل للاخيار منضيف ودافي مش عم بيغلي أبدا بس يكون صار دافي عنا مش يكون عم بيغلي منضيفه على الخيارات ومنغطيهن في ناس بتقلب المطربانات تقدروا تقلب المطربان بديكونوا مسكر كتير كويس يومين عشان يطلع الهوى منه وحطيت هيدا الحمص الناشف كمان بيمنع الطبقة البيضة هيدا طريقة تعلمتها من اختي اللي تحطيهن على وش المخلل بيمنع انه تطلع الطبقة البيضة وبعد تقريبا عشرة أيام الاخيار عنكم بيكون جاهز وهيدا الشكل النهائي لمخلل الفصولية طعمتها بتقرش طعمت البهارات فيها بتشهي نكهتها كتير طيبة اذا جربتوا الفصولية لمخللة ما رح توقفوا عنا حتصير ادمان عنكم من كتر ما هي طيبة خاصة اذا كانت سبيسي وكمان مخلل لخيار ترجمة نانسي قنقر